طبعاً ما فيه شك إنه شباب حياة كريمة موجودين على الأرض في كل محافظات الجمهورية وعندهم قاعدة بيانات ممتازة فيها كل التفاصيل وفيها الأسر الأولى بالرعاية كمان عندنا التحالف والآخر عنده قاعدة بيانات محترمة هدف هذا الأمر إنه بالفعل يصل الدعم ليه مستحقي لكن أليه التواصل ما بين الجهتين ده اللي محتاجين نعرفه منك يا سيد مستقر خليني أقول لحضرتك يمكن التأرير وضح الأهمية فيه التشارك والتكامل بدل فكرة التنافس المجتمع المدني كان دور رئيسي من أدوار التحالف والوطن العامل الأهلي اللي يكون فيه تكامل ما بين قواعد البيانات هل النهاردة عندنا لدينا داخل التحالف قواعد بيانات ل37 مليون مستفيد وده رقم ضخم جداً كان مشتت كان متفرق على كافة الجامعات سواء الجامعات المركزية أو الجامعات القاعدية لدينا في مصر يمكن أكثر من 55 ألف جامعية لما نيجي النهاردة نتكلم على الجامعات الرئيسية أو المركزية داخل القاعدة الكبرى اللي لها فروع في كل المحافظات قدرين نحدد قد إيه الخدمة الطبية المقدمة من هذه الجامعيات ما يقرب من 30% من الخدمة الطبية اللي بتقدم بالمجان بتقدم من مستشفات أو مراكز أو قوافل اللي تتبع التحالف الوطني بأعضاءه بالشكل كامل لدينا 5 مليون مستفيد بشكل شهر من المواد الغذائية من داخل أعضاء التحالف بنتكلم على أكثر من 20 مليون مواطن كانوا بيستفيدوا بشكل مباشر من كراتين المواد الغذائية اللي كان بيتم تنفيذها سواء في شهر رمضان أو بعد الشهر الكريم النهاردة بنستهدف بشكل مباشر أكثر من 370 ألف فرصة عمل مشروعات صغيرة ومتناد صغر وريادة أعمال سواء في التدريب أو التمكين الاقتصادي كل هذه الخدمات لن تقدم إلا بدور من التكامل والتشارك ووجود المتطوعين اللي موجودين سواء من مؤسسة حياة كريمة أو من صنوع الخير أو من كل الأعضاء اللي داخل التحالف الوطني عامل الأهلي دور المتطوعين كمان بقى بيضيف قيمة مضافة داخل التحالف الوطني باقتراح بعض المشروعات الشبابية الجديدة خاصة مشروعات ريادة الأعمال مشروعات ريادة الأعمال الحقيقة بتفيد كثير من هذه المشروعات على الأرض في تطبيقها بتكنولوجيا مختلفة أو متطورة الداع وابتكار في هذه الخدمات بتقدم شفنا الحقيقة في لقاءات سيد الرئيس في زياراته القرى حياة كريمة وفتاحها قد إيه الحجد اللي كان بيحصل للمتطوعين وتنظيم هذه اللقاءات